السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نحن 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 نشيء من حرارة اليوم سننتحدث عن رسالة الأمل الرسالة الأمل تخرج من معاناة الموت والألم والتشرد واللقوء نعلم أن هناك عشرات الألوف من الناس أتوا من هذا الجانب في تركيا إلى هذا الجانب لكي يحاولوا أن يجدوا حياة سعيدة ونعلم أن ألاف منهم ماتوا في البحر غلقا وأكلهم السمك القرش أو غيره ونعلم أن ألاف منهم ما زالوا موجودين داخل معسكرات ونعلم أن ألاف منهم موجودين داخل المساعدة في البحر في غريسة أو أخرى لكن رسالة الألم يقول لنا أن هؤلاء لم يموتوا يقول لنا أنهم لم يموتوا إنهم أحياء إنهم أحياء إنهم أحياء إنهم أحياء إنهم يموتوا موجودين داخل المساعدة فينا لأنهم لا يموتون. لأنهم يموتون مع الله وعندنا نحاول أن نعيش وأن نموت وأن نموت وأن نموت وأنهم لم يموتون. بل هم أعطونا قرعة من الأمل لكي نعيش بكرامة وعزة ونموت بكرامة وعزة. هؤلاء الأطفال زرعوا في قلوبنا الأمل. أطفال الموتين وموانين ويساعدون المرحلة في حياتنا. زرعوا في قلوبنا الأمل لنستطيع أن نكمل مسيرة الحياة فنبني بها أركان الحياة المتعددة. هؤلاء المرحلة في حياتنا لكي تطلبنا حياة 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 هؤلاء الأطفال والنساء والرجال لم يذهبوا عنا بعيداً بل هم يعيشون في أفئدتنا وفي تصورتنا وفي مخيالتنا هم لا ينسوا اخرذن هم لا ينسوا مننا ولن ننسى الامل الذي ماتوا من أجله فنحن سنعيد إحياء هذا الامل لنحارب الفساد ونحارب الظلم ونحارب الحروب ونقف الحروب ونبني السلام نحن سنقوم بإمكانهم وإنسانهم لنقل لنقل ضد المرأة لنقل الحياة ونقل الحياة ليس لهم ولكن على كل شيء ولكن لك منذ الشمال و المشاهدين لك منذ أجمالي و المشاهدين لم تقل عذر لم تتعامل الضوء الذي أريد أنك بالمجهد لم تقل عذر لم تقل عذر ولم تتعامل الضوء لا يقل عذر مض pesد وتذكروا هؤلاء الأطفال الذين ماتوا وضحوا بحياتهم من أجل أن نعيش على أمل لنبني بالحياة تذكروا هؤلاء الأطفال الذين ماتوا وضحوا بحياتهم لا تيأسوا على الإطلاق لا تهنوا ولا تحزنوا وتذكروا الأطفال الذين ماتوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى شهداء لكي يعطونا الأمل فنحن سنعيش على أمل أن نلتقي بهم في الجنة بعد أن نجعل هذه الدنيا جنة فنحن نحن نعيش على أمل أن نلتقي بهم في الجنة نداء إليكم أيها الشباب يجب أن تقفوا وتعلموا وتعووا ما يدور حولكم وتبنوا الإنسانية داخل كل إنسان فكل إنسان مننا في كل قوانب الإنسانية مهما كان مسلم أم غير مسلم يؤمن أم لا يؤمن من القنوب أم من الشمال أنت تكون هناك أمي أمي وراء يستطيعون أن تقفوا وضعوا الحياة للعالم لعالم لأن في كل إنسان يوجد هناك الحياة و هذا هو المسيح هذا المسيح لا تبقى أيها المسيحة تقفوا تحسنوا أو تفرحوا أمام لقد رأينا موت الآلاف من الأطفال والنساء والرجال ولكننا مسرون على أن نبني الحياة ونحارب الظلم ونمنع الحرب ونمنع التشرد ونمنع اللجوء ونبني السلام الشباب ونحن نبني هل تستطيع النبضة في هذه سنة سنة والسهنة والنساء والشاية سنسلسل ونعمل المسكة لا تستطيع النبضة إلا أننا أو لك نبني لا تستطيع النبضة ولا تحزنوا فأنتم الأعلون بإذن الله سبحانه وتعالى والله غالب على أمره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته